السوبكي فور سينما بروداكشنز بريزينس بقى بريزينس ايه تقدم دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو حملة فرعون حملة فرعون هو الفيلم المصري اللي من ساعة لما ظهرت الاخبار بتاعته واحنا متصورين انه هيبقى معالجة جديدة لـ The Magnificent Seven او The Seven Samurai او شمس الزناتي او الحاجات دي كلها لدرجة ان بيتر ميمي كان متداخل مع المشروع في مرحلة من المراحل وكان بيدافع في بوست على فيسبوك عن فكرة انه هو يقدم معالجة جديدة للفيلم والكلام ده كله ولكن لما جيت اقرأ ملخص الفيلم على السينما دوتقام حسيت انه هو ميل اكتر نحية يعني وصف الفيلم بيقول تدور احداث الفيلم في اطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون والذي يدير اكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر اكبر شبكة مش الشبكة الوحيدة ويضطر الى التوجه الى سوريا لتحرير حبيبته يعني انا كويس ان انا كملت الديسكريبشن دي الاخيرها بس هي ميلة اكتر نحية ولكن الاهم من ده كله ان الفيلم على ما يبدو بيضم في فريق بطولته مايك تايسون وذا ماونتن من احداث جيموف ترونز فده اللي مخليني سخنان جدا عشان اشوف التريلر والاهم من كده برضو ان حضراتكم طلبتوها بكثافة كبيرة جدا فيا ريت نعمل لايك بقى علشان انا سمعت كلامك وهو عملت الحلقة فادوني العملة بتاعتنا كونتونت كرييترز اشتركوا في القناة يا ريت اللي مش مشترك في القناة اعملوا شير اعملوا لايك تاني اشتركوا تاني يعني شوية انشطة كده بس عشان تجبروا بخطري كده يا ربنا يفتح عليكم ان شاء الله باذن الله وكالعادة انا ما شفتش التريلر ولا مرة هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة فيالله بينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ا tongaha فيها 10 مليون اخضر وانت بقى بالصالح الانبي عاد من روح برابط المعلم نجيب الفلوس مننالي مصبوووع قلت لك ما في غربة غيركم عن أي غربة هم تحكين فهم قلت عليهم 約دة خيائف تعيش يا شبه أنا، أنا لدي الحزن القلب اشتركوا في القناة فيلم العيد اهو كاتبين انا ما كنتش اريها الاول لكن انا كنت عارف بفتكتي الشخصية ان ده فيلم العيد حقول لكم اللي عاجبني في التريلر اللي عاجبني في التريلر انها صريحة مع نفسها من البداية احنا داخلين نتفرج على مهرجان عنف داخلين نتفرج على مهرجان اكشن هو ده الحوار بتاعنا مش حابب يخبي فكرة الاقتباس او النقل من فيلم اخر وهو فعلا يبدو انه هو مزيج شوية ما بين the expandables وما بين the magnificent seven هو مش واخد سكة من الاثنين بشكل مباشر فكرة بس recruitment يعني لما باجي افكر في المشاهد بتاعت recruitment بتاعت التوظيف بتاعت بطالنا وهو بيعدي على الشخصيات بتاعته اللي هم عندهم مهارات مختلفة وبيحاول يجيبهم عشان يعملهم على عملية حقيقة المشاهد ده كان موجود في الناحيتين برضو كان موجود في expandables وكان موجود في the magnificent seven ده كل نسخه يعني بما فيها شمس الزناتي على ما يبدو ويبدو ان فيه شخصيات من هنا قريبة قوي من الجو بتاع شمس الزناتي بس من المشاهدة الاولانية انا ما قدرتش افهم وضع مايك تايسون وده مونتن من الحوار هم خير ولا شر هم معنا ولا ضدنا وبصراحة ده مش مدايقني برضو ده كويس ماشي نتفرج تاني فمبدئيا كده ايه دول لاجئين او هاربين ناس بتحاول تهرب من العنف بتاع سوريا او حاجة زي كده تحت حماية شخصية مايك تايسون شوف من قبل ما التريلر تشتغل وانا سايب ايدي اهو يا معل مشاهد حربية بسرعة مرتفعة مش قادر مش قادر قرر موقفي من شكل عمود المياه اللي طالع ده شكله حقيقي بس في نقطة معينة بيباني ان هو بس عموما شكله حقيقي اه على ما يبدو النازحين او الهاربين او اللاجئين دول تحت حمايته حاضر يا تايسون يا حبيب هو فيه حد يقدر يقولك لأ وبيهجم عليهم الفريق ده طب مش الورا كرم جابر ده هو ده مونتن يبقى هو مع الناس الوحشين عملية اختطاف عنف ضد النساء طب ليه كرم جابر مع الناس الوحشين مع انه راجل طيب تشكلة التتهاد دي برضو شكلها بتاع ده مونتن من المشهد اللي ظهر بعد كده في الاخر رجع ابنك يا يحيا يبقى هو مش رايح يجيب مراته ولا خطبته ولا حبيبته رايح يجيب ابنه من اتحرد دقة شوية يعني حبيبي يا لطفي ولا يبحبه جدا الرزع الشرقي الجميل بقى ده بقى اللي اقصده بعملية الركروتمنت فاول واحد بيتضمر الفريق هو الشخصية اللي عاملها محمد لطفي واللي يبدو انه هو عنده مهارات قتالية عنيفة متفرعة يعني انا عدت اشبه على الراجل بتاع البركور ده وبعدين روحت اشوفت البروفايل بتاعه على السينما دوت كوم ده رامز امير يا جماعة اول مرة شفته في حياتي كان زمان اوي في مسلسل ليحيا الفخراني كان اسمه شرف فتح الباب كان طلع طفل صغير يعني وكان عامل اداء حقيقي حلو جدا 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 ويبدو انه هو اشتغل في حاجات كتير بس حقيقي هو سقط مني انا مشوفتوش خالص ولكن يبدو هنا انه هو كبر وبقى راجل ضيف شرف كمان مرة عشان هو احنا بنزهق من ديوف الشرف هو احنا بنعمل افلام اصلا غير عشان ديوف الشرف اقلعك اللي تحت كمان ده تنفع اعلام بايس يا بت هو حمدي مرغاني يبدو انه يا اما خبير الكمبيوتر يقيم خبير المتفجرات وشغل في سات بتاع فيلمه وكلام زي ده لا انا ميل اكتر لانه خبير متفجرات روبي فنانة الشق لبزاط على ما يبدو خبير النشان بقى ورمي السكاكين من المسافة ويبدو انه هو حيطلع عنصر الخيانة اللي في الموضوع اللي هو احمد ماهر بتاع شمس الزناتي ربطة المعلم اللي على ما يبدو فيها يحيا وهو بس فين الناس فهو ضحك عليهم ونفهمهم انه هي طلع بتاعت فلوس وهو طلع علشان يجيب ابنه درون شوت واحنا بنعمل افلام ليه يا جماعة معشان نجيب درون شوت مين دول دول لا 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 ماشي تعرفنا اليوم كله حلوة دي بس مش قادر اقرر اذا كان دبلير ولا لا بس عموما لو ثبت انه هو يبقى براهو عليه بصراحة اجتهاد بدني يحترم ده بينه كرم جابر ودول بينهم الناس اللي بيقوهم وبيحاولوا يساعدوهم لما بيوصلوا سوريا بقى علشان ينقذوا المختطفين او المحتجزين او اللي معمول فيهم اي حاجة بس كمية مكياش في اهل البلد فظيعة بصراحة حلوة هو الراجل عامل كل حاجة يا جماعة ما فيش حد حيات عبغيره في الفيلم ولا ايه لا ده حقيقي هو اللي بيعمل كل حاجة مش ممكن تنقل سريع وكتير ما بين مشاهد الاكشن زي ما بقول لكم يبدو ان الفيلم صريح مع نفسه وواثق في اللي هو عامله في موضوع الاكشن بالتحديد وهنا زي ما قلت لكم حمدي مرغاني خبير متفجرات والراجل ده اتهايق اللي انا عارفه بيطلع في المسلسلات اللي انا ما بتفرجش عليها تقبل الله يا مستر تايسو ده ماونتين يبدو ان هو في الناس الوحشين يعني اللي هم الاشرار ما عرفش بقى دول ميرسيناريز اللي هم مرتزقة بقى الناس جايين مأجورين عشان مهمة معينة حركات بقى من الحاجات الوحشة ايه فرانك دي اسم طيب قوي ده في واحد من المينيونز اسمه فرانك لو انا فكر صح تشليف درجة اولى لا متشكر يا فرانك انا مش مصدقك شفتوا البوكس اللي ما جاش ناحية الراجل وشفتوا اجتهاد اتهايلي ده كرام جابر شفتوا اجتهاده في ان هو ينط الورى يعني الراجل يتعزم يعني كأنه اللي هو نزام حي بيتشق عايز يعمل دبل كيك في الهوى يعني معلش بقى معلش والدنيا كلها اكشن يبقى لازم ندقق شوية يعني فايه بقى ده تحدي على السلطة يعني كرام جابر كان زعيم المجموعة ديت وبعدين ده مونتن جي وقال له لا معلش بقى كرام على عيني بس انا فرانك وماليش عزيز يبدو ان في خسائر في الارواح وده متوقع طبعا وده ميالة اكتر نحية ده مجنف سن سيفن او شمس الزناتي فكرة ان الفريق ده كله بيتشلف في الاخر الناس بتموت لو اكسباندبلز كلهم بيتلاوا عايشين في الاخر ترتشت عصير فراولة على فول ميكب ويبدو ان فيه مثلث غرامي في وسط الموضوع ما بين يحيا وما بين الرجل اللي حيطل عخيين في الاخر دوت وما بين روبي علشان كده الخيانة سوف تأتي من هذا الموضوع شوية شغل الانفجارات مش بطال برضو اللي ربنا يبارك يعني شوفوا برضو عمر سعد وهو بيكتهد في التعزيمة عشان ينط مع الانفجار كابتن عادل هيكل الجول كيبر المشهور ماشي يا جماعة مش بطال والله الموضوع او على الاقل داخل تصنيفه يعني لما نحطه جوه الاطار بتاعه اللي هو اكشن لمجرد الاكشن خطوط الدراما بتاعته بس بتنقلنا من مشهد اكشن لمشهد اخر فانا قابل بالكلام ده وتقييمنا حيبقى على مدى جودة التنفيذ بتاعته قد ايه حيبقى مسلي في تجربة المشاهدة فريق البطولة اتعرفنا عليه من مشاهدة التريلر المخرج هو رقوف عبدالعزيز اللي يبدو لو انا فهم صح ان ده اول فيلم روائي طويل ليه قبل كده هو كان بيعمل مسلسلات ويبدو برضو ان كل المسلسلات وهي مسلسلات هاني سلامة بما فيها مسلسل السنة دي امر هادي اللي فيه ناس كتير بتشكر فيه وانا للأسف ما جات ليش فرصة عشان اشوفه انا مشوفتش اي مسلسل من دول وعشان كده انا متشوق اني اتعرف عليه من خلال فيلم حاملة فرعون مؤلف الفيلم هو كريم حسن بشير واللي مش عارف ليه اسمه مش موجود في الشاشة الاخيرة بتاعت التريلر خالص يعني هو كتب الفيلم بس ما سهمش فيه ولا ايه انا مش عارف بالزبط المهم هو ليه قبل كده مسلسل واحد هو بنات سوبرمان برضو للأسف ما شفتوش ومتشوق برضو اني اتعرف عليه من خلال الفيلم ماشي منتظرين الفيلم في العيد ان شاء الله اولوياته بالنسبة لي في المشاهدة ممكن ما تكونش مرتفعة قوي ولكن ححرص اني اشوفه وححرص اني اعمله حلقة ونسب الترقبي نقول سبع ونص من عشرة لان برضو يعني الفيلم في نطاقه او في اطاره او في اللي هو بيوعد بيه ما هيش حاجات ننتظرها بشغف كبير او يعني ده رأيي وانطباعي ونسب الترقبي الاهم منهم رأيكم وانطباعكم ونسب ترقبكم ياريت تساهموا بيهم في الكومنس وياريت كمان تقولولي عاوزين نعمل ايه تاني من التريلرز بتاعت افلام العيد لو انا فهم صح الفيلم بتاع محمد سعد نزل معرفش لو في افلام تانية ولا لقى قصدي التريلر بتاعته يعني نزلت فلو في كزا واحدة قلولي انتوا عاوزين ايه الاول علشان نعمله ان شاء الله بالاولويات اللي حضراتكم حتحددوها الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيركم من حلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك و تويتر وبي باي